مجددا فتحت السفارة السورية في الكويت أبوابها أمام أبناء الجالية بعد غلق دام نحو تسعة أشهر وبدأت السفارة منذ صباح اليوم استقبال السوريين وسط إجراءات أمنية مشددة هذا ويواجه الكثير من المغتربين السوريين مشاكل عدة إذا عدم منحهم جوازات سفر من قبل سفارات بلادهم أو عدم تمديد جوازاتهم والضغط عليهم وملاحقتهم أمنيا في بعض الأحيان جراء عدم دفعهم مستحقات مالية باهظة مترتبة عليهم نتيجة عدم تأدية الخدمة العسكرية في بلادهم أو دفع ما يعرف ببدل خدمة العلم